من مستمعين العقد اللينفوية أو الغدد اللينفوية هي جزء أهم جدا من جهاز مناعة الجسم وتعمل على محاربة العدوى اليوم سنحاول أن نتعرف على أسباب إصابة هذه العقد اللينفوية بالتورم أو الانتفاق ومتى تصاب بالسرطان ومعلومات أخرى مهمة وذلك رفقة الدكتور محمد عفيف أخي سئي في علاج السرطان صباح النور دكتور مرحبا بك شكرا على وجودك دائما معنا في صباح الأسرة صباح الخير مادم سيدة صباح الخير مستمعين الكرام شكرا على الدواء إذن دكتور موضوعنا اليوم عن الغدد اللينفوية أو العقد اللينفوية فأكيد أول ما يجب أن نبدأ بهذا الموضوع هو التعريف ديل هذا العقد أو الغدد اللينفوية ما هي الأهمية ديلة والدور ديلة في الجسم شكرا على هذا الموضوع المهم مادم سيدة العقد اللينفوية هي ماشي غودة لأنها ما كتفرش هرمونات أو لا العقد اللينفوية هي جزء من النظام المناعاتي ديال الجسم هي واحد الأعضاء اللي صغير وراف الحجم ولكن دور ديالها كبير بزاف لأنها كتلعب دور مهم في المناعة هي منتاشرة تقريبا في الجميع أن مناطق الجسم في العنوق في العبطين في الصدر في البطن هذه أبرز المناطق اللي كتكون فيها هذه ما أبرز المناطق ديال في الجسم البطن وفي بين الفخيطين والدور ديالها أنها بحلة كتشكل واحد الحاجز المناعي باش تمنع الجراتيم أو الميكروبات أنها توصل لداخل الجسم هذه من جهة ومن جهة أخرى كتلعب دور في التعرف ديال الجسم على هذا الاعتداء على الجسم سواء بجرتومة سواء بفيروس سواء بتعفون دونك كان الخلايا الدموية المسؤولة على المناعية لها الخلايا البيضاء بأنواعها البيضاء التائية والبائية اللي كتلعب دور في تعرف على هذا الميكروب وبالتالي كتخلي الجسم يدير ذلك الغيكسون المناعية دياله باش يقاوم هذا التعفون ويتغلب عليه إذن كنسمعو بأنها كتصب بانتفاخ أو توروم أو بأمراض يعني ما هي العوامل أو السبب اللي كتجعلها أنها هي اللي كتصاب بما أنها هي اللي كتدافع أو كجهاز كتدافع في الجسم ضدها العدوى مثلا فكيفاش أنا هي اللي كتصاب هو فيزيولوجيا هادوك العقد اللنفوية حسب الموقع ديالها وحسب الجرح أو التعفون فين كانت في الجسم هذا هو الدور ديالها الطبيعي أنها غادي تنتافخ لأنها غادي توقفها واحد تفعولات بين الخلايا بين الميكروب من جهة وبين الخلايا المسؤولة على المناعة اللي هي الكوريات البيضاء باش تغلب على هادك تعفون وبالتالي مثلا أنككككها حدما تعفون في اليد أن جانغال تنتفخو الأوقات اللنفوية اللي كانوا في الأبض تكون مثلا تعفون في الجهاز أن فلأدن الحنجرة تنتفخو تعفوا الأوقات اللنفوية اللي كان رنف الأنق تكون مثلا شيء مشكلة في الرجل تنتفخو الأوقات اللنفوية اللي كانوا في الجذر ديال الفخ complimentary غاو كان هوا هادو الانتفاق تكون انتفاق فيزيولوجي غاية تدوز التعفون تتعفون واحد لِمودة بسيطة أسبوعين تترجع لحالة طبيعية إذا نفهم هذا دكتور بأنها يكون رد الفعلها بالنسبة لهذه الإصابة في الجسم يعني ليس هي التي تتصاب؟ لا، ليس هي التي تتصاب لا، في الحالة الفيزيولوجية العادية هي ليس تتصاب هذه هي سيتونغيكسون انفلامادوري يعني رد فعل التهابي للجسم كي يتغلب على واحد التعفون أو واحد الاعتداء على الجسم عن طريق أنها تتافخ لكي تتصخن وكي توقع فيها واحد التفعولات المناعاتية لكي تغلب على هذا التعفون هذه الحالة الفيزيولوجية لا تكون مريضة هي تبالينا تنفخات، تبالينا تقدرنا ولكن في الحالة الفيزيولوجية يرى هذه الحالة الأسبوعين وكترى الحالة العادية وكترى هذه الحالة العادية ولكن إذا لم تتعود الحالة العادية وستمر هذه المشكلة إذا لم تتعود الحالة العادية ما هي المشكلة؟ معناها كان هناك مشكلة لأن الغدد أو العقد الأنفوية بصفة عامة الإنسان لا تحش بهم غير إلا كانوا يتعفون وموجودين عنا كلنا وموجودين عنا كلنا والحجمهم صغير لا تبانوش لا تبانوش ولكن الحجمهم صغير وكانوا تتحركوا تحت الجلد لا تبانوش والحجمهم قد العديثة أو صغر من العديثة هذا عادي أي إنسان بصفة عامة الغددة العنفوية تتكبر في واحد الحجم ديالها ولكن في إطار فيزيولوجيا لا تفوت واحد الحجم معين يعني اكترت خصوصا في العنق وفي جدر ديال الفخد اكترت التهابات خصوصا للحلاقة من الوليدات الصغار مع المدة يقدروا يكونوا واحدة الوليسيسات ولكن ذلك الوليسيسات يكونوا صغيرين عند صغر و الكبار يقدر يكونوا كدر عند صغر و الكبار نحسو بهم خصوصا عند الوليدات صغار لأنهم كانوا تتقلبوا وقت ما طالد السخانة كانوا تتقلبوا تلقوش واليسيسة كانت تخلعوا وبصفة عامة واليسيسة كانت صغيرة ورا قل من واحد السنتيم قد الحمامتها صغيرة ورا ما كانت تقصحش كانت تحرك ما كانت تراقبها ما كانت تكبرش بعدها أو ثاني واحد شهرين وثلث شهرين نفس الحجم بصفة عامة هذو كوليسيسات طبيعيا فيزيولوجيا المشكل إمتى توقع؟ إلا كان واحد الانتفاق ديالة لنفاوية اللي بقى مدة كبيرة طويلة وكانت ما كانت مشيش لاحظناها واحد شهر شهرين زادت في الحجم ديالها أولا بقات هي هي واحد وخصصا أن الحجم ديالها كبير يعني فيها أكثر من سنتيمتر كثير من واحد السنتيمتر نحن كعطبة تنتمدوا على ديامتر الصغير ديال الأوقدة اللنفاوية إلا كان فيها كبيرة من واحد سنتيمتر تنتظرها أوقدة اللنفاوية غير طبيعية مهم فيكم فيها ألم؟ على حسب الشائع نحن أريد أن نصحوا بعض الأخطاء الشائعة عند الناس لا إلا متى تتحرقك الشرماشي مشي مشي وهذا هو المشكلة لخاصة النص يعرفو أنه الولسيسة اللي كتكون تنفخات ضغياء وكتحرقك هي اللي كتكون طبيعية لأنها صيفا عامة كتكون ناتجة على واحد الالتهاب على واحد تعفون الولسيسة اللي كتكون غير طبيعية كتكون واحد الولسيسة الكبرات في الحجم ولكن بصفة عامة قليل فاش تغطي ألم قليل فاش تغطي ألم تتكون مزمينة واحدة لمدة طويلة وهي كبيرة ومنفوخة وما كيحش بها المريض كيحس بغي ككورة وصافية ما كنت تعطي حريق قليل فاش تكون فيها واحدة الحمورية بصفة عامة هادوهم الوجيزات اللي تخصنا نخافوا منهم وتخصنا نأكدوا للناس انهم اللي لاحظهم يخصوا منهم يمشوا يستشرطوا وكان سمعوا ان هاد العقد اللي نفوية كتصاب بالسرطان كيفاش ينتشر لها السرطان دكتور هو بصفة عامة كان يجوج ديال أنواع ديال الأمراض السرطانية اللي تخصوا لعقد اللنفوية باعتبر أن الأقد اللنفوية هي جزء من نظام المناعاتي ديال الجسم فكتقدر تتصاب بعادة من سرطانات الدم والجهاز اللنفوي هم اللي كان نسمعهم للمفوما سرطانات الدم اللنفوية وفيهم نوعين رئيسيين اللي معروف بمرض هوجكين وهو الأكثر انتشارا وكان سرطانات الأوقات اللنفوية اللا هوجكينية أو الغير الهوجكينية هذه مجنجها وكان باعتبر أن الأوقات اللنفوية تتلعب دور في المناعة فإنها تشكل واحد حاجز حتى على انتشار الأمراض السرطانية وبالتالي منك يكون مثلا أن واحد الورم سرطاني دير واحد العضو مثلا سرطان تدي سرطان معيدة سرطان عنق الرحم سرطانة الأنفو الأذن والحنجرة فواحد الوقت ذلك الخلية السرطانية تنتشره وتقيسه العوقات اللنفوية وتبدو يتنفخه وهذه تسمى عوقات اللنفوية تانوية يعني سرطانات تانوية ديال السرطان الرئيسي مثل المثال اللي نحنا في المغرب كثير وفيتين هضرنا عليه في البرنامج هو سرطان البلعوم الأنفي فعدد كبير من الحالات المريض التي تكون تحسبوها ولكن تظهروا ليه ولاسس في العنق دياله هذوك الولاسس هما سرطانات تانوية اللنفوية ديال هذوك السرطان الأساسي اللي كين مرى الأنف الوساسس يعني بزاف ماشي يروح لها لا تكونوا جنغال والاساس بزاف تيجوهم تحت العنق تحت الفك في جانبي ديال العنق وتكونوا غاديون تكبارو وما تيبشوش في حالهم هادو من بينه بالنسبة للسرطانات في العوقات اللنفوية كين سرطانات العوقات اللنفوية اللي هي منوع اللنفوما وكين السرطان التانوية تكونوا دي ميتاستاس بونجليونغ اولى سرطانات تانوية في العوقات اللنفوية هذي كمضاعفات السرطان يعني واش كتختلف هادو الأنواع بحسب السن دكتور يعني واش كنوجدو هادو الأنواع كتختلف من السن لآخر أكيد لأن الانتشار ديال السرطانات تختلف حسب السن مثلا مرض هودشكين أو اللنفو هودشكين تنشوفو عند الأطفال تكون عند الأطفال واحد نسبة تكون واحد لبيك في خمس سنين سنين وكين واحد لبيك أو تاني في خمستاشر عام بين 14 و 15 عام تكون هاد سرطان لو قد اللنفو يمنوع هودشكين منتاشر دونك بصفة عامة تكونوا ولاسس عند وليدات عندما علاقة بسرطان بصفة عامة تكون واحد اللنفو هودشكين يا إما سرطانات غير هودشكينية من نوع من نوع عند الناس الكبار كين سرطانات الأوقات اللنفوية كنشوفوهم خصوصا اللنفو هودشكين ولنفو بوركيت ولكن سنشوفو حتى سرطانات الغدد اللنفوية التانوية تكون عندها علاقة بسرطانات أخرى حل مثلا سرطان تدي عند السيدات تيعطي الولاسس في الإبد تيعطي الولاسس في الإبد سرطان وعنق رحيم نفس الشي كين السرطانات اللي كيعطوا السن مثلا كبير كين لنفو الميلانوم أو لا سرطان دي الجلد من الميلانوم تواكي خدر يعطي غودة لنفوية مثلا إلا تصاب الرجل في الجدر دي الفخاد إلا تصاب في اليد أو مثلا في الرأس يقدر يأتغطي الولاسس في العنق أو في الأبد الاختبارات اللي يتم بها تشخيص دكتور كيف تقوم بتشخيص؟ كيف تعرفوا النوع مثلا بصفة عامة إنسان اللي عنده واحد الأوقات اللنفوية بانوا ليه وهذا الشي كبرون وما تيمشي مع المدة يعني راقبهم أسبوع أسبوعين ثلاثة الأسابيع وهذه المدة اللي خصنا هذا المراقبة شهد المدخصة تكون يعني كين ناس اللي كتراقب لها سنة أو سنة لا وفي صفة عامة كي قلت في الأول الأوقات اللنفوية الفيزيولوجية روحة لغيكسيون ديالك أسبوع أسبوع أسبوعين إذا بدأوا استمروا مدة طويلة خلصا كان الحجم ديالهم غادوا يكبر وكانوا واحد وقت سمح لي انسيت مهدرش على واحد النقطة مهمة نحن هنا في المغرب مغرب أن السل وانتفاخت ديال الأوقات اللنفوية حتى هي كتكون من بين أسباب ديالها مرض السل عفوا دكتور لأن مرض السل نحن تربطه دائما بالرئة يعني تنسوا بأن السل يقدر يجي في مناطق أخرى درنا موضوع ديال السل في الراحم عند النساء اللي كيكون سبب دياله أو كيكتشفوه متأخر لأنهم كيقلبوا على الوليدات ما كينش عادت يعرفوا بأن كان السل في الراحم وكينسل كيجي في الولاساس في الولاساس هو السل ديال الولاساس هو تاني لوكاليزاسيون ديال السل بعد السل ديال الرئة في المغرب تقريبا 31% ديال الحالة ديال السل في المغرب تكون السل ديال العقد اللنفوية في العنق تكون في العنق تقدر يكون في البعض تكون في السدر الداخل ولكن خصوصا في العنق لأن العنق هو أكثر رعود وتنحسوبي هادي مجيئة هو الفرق بين العقد اللنفوية في السل والعقد اللنفوية ديال السل بصفة عامة تبقوا غادين تكروح الوقت يقدروا يترتقوا يخرجوا من يترتقوا في الجلد تتفتح تتفستوليزة في الجلد وتجدد تعطي واحد الإفرازات بحل القيح التقيوحات تقدروا كونه في السلطان ولكن تكونوا في السل بزاف دقنا بصفة عامة كيكون فيها أعراض دكتور تختلف الأعراض ما بين سلطانية ودير السل؟ ليس بزاف لأن مثلا سلطانة العقد اللنفوية من علام فوما والسل تشتركوا في أنهم ترتقوا لولاستيغلاء تكبروا وتشتركوا في واحد الأعراض العامة اللي تكون عند المريض اللي هي سخانة في الليل وتعرق وضعف الوزن الإنسان مع المدة تضعف لأن تقصد الوزن دياله وتقول لك أنا في الليل تتجيني العرقة بزاف وكتجيني سخانة ولكن نحسب ديك الصهداء في الليل بزاف لأن هذه الأعراض تكونوا مشتركين بين مرض السل ديال العقد اللنفوية وبين السرطانات منه اللنفومة التي تقدر تصيب العقد اللنفوية ذاك شي لاشي بصيفة عامة تكون إنسان عنده واحد العقد اللنفوية من تأفخة مدة طويلة غاد ينوتي كبرو ومتي يمشيوش وكان الأعراض جانبية يقتلك بحل تأرق باللير بحل ضعف الوزن والهزل فعامة تنديرو جوج تنشوف يعني تنقلبو على مرض السل صح وفي نسلوق لنقلبو على السرطان وفي النسلوق تنقلبو على مرض السرطان اللي يمجرونsة أو كنشرت الكورية البيضة الكورية الحمراء وصفائحة الدمويات وخصوصا لكورية الإلينفوسيت ومن نوع البولينيك اللي يغنطخوا في الواشطاعين والهابطين ولكن في النصدق تنشوفو حواج خورين تنشوفو سرعة سرعة هبوط الدم هولا كتسم الله فيتس دو سديمونتاشون نعم فيتس إذا كانت طالعة بزاف يقدر يكون هذي من بين المحكولة كتقوليني يقدر يكون واحد سراطان ديال العوقة اللنفوية وفي نفس الوقت ندروا التحليل ديال السل ترون ذاك تحليل ديال يد باش نشوفو واش كين واحد ارد فعل مناعي للسل وفي نفس الوقت نديروا راديو دستار وتنضيروا عدد امتعداب ولوحد تحليل دم باش كين السل عند الانسان ولا لا لوقت يمشي وفي جوش الاتجاهات منها ترون واش كين السل لأنك 30% يقدروا عندهم علاقة بالسل وفي نفس الوقت تنقلبه واشكين سرطان في الحالة ديالتها يمكن كل شيء مزيان وكل شيء هذا تنطروا أن ناخدوا عينة من ذاك الولسيسة العينة اللي تخافوا من نفسها فدكتور لأن تقولوا هاد الولسيسة الأغلبية ديال ناس كتقول ما يحاديوها شيء دا حاديتها رغعت بأد وصل لك المرض الخيب إلى غير ذلك ما يلأهمية ديال هاد بيوبسي اللي كتديره يعني اش ضروري أنه يدار لأن الناس تخافوا ويزولوا هاد الولسيسة والأغلبية تقول ما تحاديوه مش ما تزولوه مش لأنه ربع ما هو اللي غيسبب لك السرطان لا بالأكس تشخيص أحيانا تكون ضروري يدار عن طريق الخزعة أو البيوبسي وفي غالب الأحيان بنسبة للعوقد لأنه نفوية تنحيدوها كاملة تناخدوش منها غير جزء الليلة كانت كبيرة مثلا بزاف وكانت الإزالة لغيخصات تدار عن طريق عملية جراحية اللي تقدر تكون صعيبة خاصة إلا كان ذلك الولسيسة لاصقا في العروق أو لاصقا في شيء حاجات تنقضو ذلك الساعة ناخدوه منها غير عينة في أغلب الحالات ناخدوه الولسيسة كنزولو الولسيسة كاملة وكاملة تشريح الدقيق لأن هي الطريقة الوحيدة اللي تقولينا واش سرطان ومش سرطان أحيانا تسل ما تلقوش عن طريق تحاليل وخندروا التحاليل والراديو تستروا كل شيء ما تلقوش ولكن فاش ندروا ناخدو ذلك العينة تلقوا فيها علامات ديال السل علامات الشريحية لكتحيلنا المرض السل وكتعطينا إلا كان سرطان أشمل نوع ديال السرطان لأنها تقدر تقولينا كان عدد من الحالات أنك تشفو سرطان في عضو واحدة أخر عن طرق تلك الخزاعة ديالولسيسة مثلا ما تكون أنت سيدة أنت سرطان تدي ما بنش لها أو سرطان ديال الكابون ما بنش لها وفتاة أن ناخدو ذلك العينة قلنا بلا كان هذي سرطان تناوي ديال واحد العدو أساسي عادة نمشي ونقوموا بواحد عدد من الإجراءة أخرين باش نقلبوا على ذلك السرطان الأساسي بعد مرة تكون صغير ما بنش في سكانر وشي حاجة تنطروا نقوموا بفحوصات أخرى وبالنسبة لسرطان تلقود اللنفوية نفس الشي العينة اللي كتقولينا بالتبطرة فعلا هو سرطان دياله لغد اللنفوية أشمل النوع هوجكيني أو المشي هوجكين والغير هوجكيني في بزاف ديال الأنواق لأن تشخيص هو أساسي العلاج إلا ما كنتش عاف تشخيص رو خاطئين تأتي واحد لعلاج يقدر يكون علاج خطأ لأنك تشخيص كان خاطئ ذلك شي علاش الخزعاء في الأخير هي اللي كتقولينا بالتبط هذي كل الغدان لها فوية لج منفوخة واش سرطان ولا مشي سرطان ولكن سرطان حسب نوع ديالسرطان يكون العلاج دياله العلاج كيفش كتختاره الدكتور والأنواع حسب نوع سرطان واش هو تشكين واش مشي هو تشكين كان سرطان لكتعلج بالأشيعة والشيميو كان سرطان لكتعلج غير بالعلاج الكيموي بوحده والعلاج تتعلق أساساً بالتشخيص نعم تتعلق أساساً بالتشخيص طيب إذا بغينا نقدمه نصيحة اليوم المستمعين ديالنا دكتور بالنسبة لهذا الموضوع ما هي أهم نصيحة اللي يمكن تقدمها له أهم نصيحة هي أن إذا كان الإنسان القاندوشي والسيسة ما يميكش إليها أو لم يتجهلهاش يقول رواله رفية قديمة لأنه فعلاً تقدر تكون قديمة ولكن يكون فيها واحد المشكلة لأنه كان بعض السرطان مثلاً تكون التطور ديالون بطئ كان مرض السلط يكون التطور بطئ يعني أنك تشفوه في واحد المرحلة متأخرة يقدر يكونوا لدينا صعوبات في العلاج بصيفة عامة كي قد في الأول الولاسس هو واحد الحاجة الطبيعية عن الإنسان هذي اللي أريد أن أكدوا عليها وفقه ما كانتكونش طبيعية الولاسس هو واحد الحاجة الطبيعية في الإنسان الإنسان اللي كانت تنفخليه وماته واحد الولاسسة في العنق دياله وهو عنده الدرسة أو عنده الحلاقم أو لبان فيه واحد الحبوبة في جل دياله وتنفخليه الولاسسة وطاته الآلام راه هو الولاسسة طبيعية يرقبها واحد وسبوعين تلاته الأسابيع ويجعلها عيتها صبرها تتمشي مليتيزو المشكلة الرائسة الراسة كتفش وما كتبقى شي كتألمه المشكلة تكون تكونوا أنه ولاسس الحاجة مديرهم غاد يوتي كبر ما تيقطونش الآلام غاد يوتي تنفخوه الولاس كانت بحل حمصة شوية وليت بحل بيضاء شوية وليت بحل بيضاء غاد يوتي كبر وليت بيضاء دكتورة صافرها متأخرة جدا كم طالب وحسب على حسب لأنه إلا كان مثلا مثلا في السرطانة ما تنشوفه مش على حسب ولسيسة أو كان كلاسهم على حسب يعني العنق كامل تحسب تغيط واحد الإبت تغيط واحد يعني إلا كانت جوج أو ثلاثة مثلا تعتبروه مرض منتعشر مرض منتعشر إلا كانت مثلا قيصة العنق والإبت وجدر الفخاد وداخل البطن يعني قيصة بزاف ديال التي تغيطها في نفس الوقت أما إلا كانت تلسيسة أو لا جوج ماشي مثلا تعتبروه متأخر ولكن إذا خليناها عام وعامين وميكين عليها وفي نفس الوقت لكن الإنسان خرجوا له ولاسس وعنده أعراض بحل سخانة وبحل ضعف وبحل تعرق بالليل يمشي كونسوليتان عند الطبيب لأنه يقدر يكون مرض السلق لأنه يقدر يكون سرطان لعقد اللينفاوية واضح دكتور حاولنا أننا نقدم معلومات اليوم عن هذه الغدد اللينفاوية أو العقد اللينفاوية عفوا فأكيد كانت هذه معلومات فقط للتوعية فأي واحد شكرا جزيلا دكتور محمد عافي فأخي سأيفي إلاش سرطان إلى فرصة أخرى إن شاء الله دكتور مرحبا شكرا جزيلا